اكد صاحب السمو الملكي لامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر ان ما تبر به الامة العربية من اوضاع وتطورات ننت من استقرار العديد من دولها يجب ان تعطينا درس في اهمية العمل على وحدة الصف وندرك ان لا سبيل لمواجهة الاخطار التي تمر بها الامة الا من خلال تقوية العمل المشترك ليكون على قدر هذه التحديات وقال سموه علينا ان نستفيد من دروس الماضي وان لا نكرر ذات الاقطاء التي واجهت دولنا وشعوبنا ونكون اكثر وعيا وحذرا في مواجهتها من خلال التمسك بوحدة الاصطاف والموقف جذرك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر الاقضبية صباح اليوم لمعالي الدكتور صالب عرقات من السر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يزور البلاد حاليا والذي نقل الى سموه تحيات فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة وثمانياته لسموه بمفور الصحة والسعادة ولشعب البحرين مزيدا من التقدم والازدهار وخلال اللقاء كلف سموه دكتور صالب عرقات بنقل تحياته الى فخامة الرئيس محمود عباس مشيدا سموه بالجهود التي تبدلها القيادة الفلسطينية في العمل من اجل تحقيق التطلعات الشعب الفلسطيني المشروع واضف سموه علينا التوجه نحو الوحدة فيما بيننا دون سواها لتكون منهاجا واستراتيجية في ضوء المتغيرات المتلاحقة ونأخذ من التجارب التي مرت بنا ما تضيء لنا الطريقة ونقرأ الأحداث قراءتان متأنية في ضب المتغيرات المتلاحقة ونجعل من رؤيتنا المستقبل الواعدة وشدد سموه على ضرورة ان نشيح بمجتمعاتنا العربية بعيدا عن كل ما يؤجد الصراع والعنف ويذرع الفتن والضغاء بين ابناء الوطن والشعب الواحد هذا وجدد سموه تكين على موقف مملكة البحرين الثابت والدعم والمساند للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطينية في أن يعيش في سلام وأمان في دولته المستقلة من جانب عرب دكتور صاحب عرقات عن بلغ شكره وتقديره للدول الذي يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما تبديه في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم سموه للقضية الفلسطينية مفيدا بحكمة وخبرة سموه وما يمتلكه من قراءة ورؤية للواقع العربية منويها بما تبديه مملكة البحرين من مواقف مشريفة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مختلف الظروف الفلسطيني في مختلف الظروف